حدث طال انتظاره يأتي متأخرا خيرا من ان لا يأتي تحركات واستعدادات محلية ودولية لاستقبال طائرات الصليب الاحمر الدولي التي تقل الاسرى والمعتقلين المفرج عنهم من و الى مطار صنعاء الدولي مؤخرا وصلت طائرة تابعة للجنة الصليب الاحمر الدولي الى مطار تداوين العسكري في محافظة مارب استعدادا لذلك وفي رحلة تجريبية لتنفيذ عملية تبادل اسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي ومن المقرر ان يتم في التاسع عشر من ابريل المقبل نقل عدد من الاسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي لمطار تداوين في مارب كما سينقل بالمقابل سجناء حوثيون من مارب الى مطار صنعاء ومن المقرر ان تتولى لجنة الصليب الاحمر الدولية تنفيذ عملية تبادل ثمانمائة وسبعة وثمانين سجينا بين الحكومة وميليشيا الحوثي على ثلاث مراحل وفق ما جاء في اتفاق جينيف وسائل اعلام محلية نقلت عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر تأكيداتها بان الاستعدادات جارية لتسيير عملية اطلاق صراحة المحتجزين على النحو المتفق عليه بين الحكومة وميليشيا الحوثي واجددت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الالتزام بمواصلة لعب دور الوسيط المحايد وتسيير الافراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع في اليمن ونقلهم ويعادتهم الى ملاطقهم وتوصل وفد الحكومة والميليشيا الحوثي في عشرين من مارس الجاري الى اتفاق لتبادل ثمانمائة وسبعة وثمانين اسيرا ومختطفا من الطرفين منهم مائة وواحد وثمانون اسيرا من التحالف العربي والجانب الحكومي بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي ومحمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح والصحفي الأربعة المحكوم عليهم من قبل الميليشيا بالأعدام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة